إذن هذه الفنون الجميلة والفنون الإسلامية الرائعة وكذلك في هذا الحلقة دائما في كل يوم ثلاثاء نأخذ الفن بجوانب متعددة من مسرح من فنون جميلة وكذلك التصوير هو فن وعلى كل من يريد الحصول على صورة جميلة يجب عليه ممارسة هذا الفن والتعمق به واليوم نستضيف موهبة ومصور مميز ألا وهو أحمد الشحي نتعرف عليه أكثر من خلال هذا اللقاء ونوع التصوير الذي يمارسه إذن نرحب بالمصورة المبدع أحمد الشحي مساء الله بالخير معنا في برنامج حديث المساء يا مرحب يا مرحب إذن مصورنا أحمد بالفعل اليوم عندما تختزل الصورة اللحظات والأحداث هي من الأمور المهمة قد دائما يقال بأن الصورة تعبر عن ألف كلمة وهذا بحد ذاته يكون المصور يعني مختزل هذه اللحظة ومختزل هذه الومضة من خلال هذه الصورة صحيح يعني المصور المفروض في التخصص الذي أنا فيه تصوير الطبيعة يعني يحاول ينقل مشاعره وقت تصوير اللحظة أو المشهد الذي شافه فالصورة هي عبارة عن تجربة للمصور أكثر منها فقط التقاط أو توثيق للحظة معينة بالفعل هذا بالنسبة لي أنا يعني دعم إذن إذا كانت الصورة تجربة وأحمد أنت دخلت في مجال تصوير الطبيعة دعم وهذه التجربة بحال ذاته تجعل الإنسان يتريث ينتظر الغروب ينتظر الشروق ينتظر حالة التقص بتحسنها ربما التصوير الشخصي مختلف يعني في لحظتها قد يكون وقد يكون يعني في أوضاع معينة وأضواء خارجي عفوا أضواء صناعية لتهيئة هذه الصورة التصوير الطبيعي مختلف تماما ما هو الاختلاف الذي قد يأتي في التصوير الطبيعي أستاذ أحمد أولا التصوير يحتاج إلى تخطيط لأن وقت التصوير نفسه مثل ما تفضلتي هو يجب أن نحصل على إضاءة مناسبة عشان الكاميرا فيها عدة تحديات مقارنة بالعين المجردة فهي لا ترى المشهد كما تراه العين المجردة لذلك نحاول نساعدها ونختار الوقت المناسب عشان تكون الإضاءة والضلال ناعمة جدا ومتقاربة عشان نوصل لصورة جميلة مريحة للعين نعم وشيء ثاني أيضا أنا أريد أن تتكلم عن الكاميرا واختلافها عن العين البشرية فهي تختلف تقريبا من ثلاث نقاط رئيسية اللي هي مثل ما ذكرتها أنا الديناميك رينج واللي هو تحديها للضوء فهي ما تقدر تجيب الضوء مع الضلال في نفس الوقت والتحدي الثاني اللي هو العدسة لا ترى مثل ما ترى العين المجردة فاختلاف العدسات نفسها يعطي صورة مختلفة للمتلقي فاختيار العدسة بالنسبة للمصور تعتبر شيء رئيسي فالمصور لا يخلق صورة تراها العين المجردة فقط بل يفهم كيف العدسة تراها ويصدر الصورة وثالث نقطة وهي شعوره مثل ما قلت أن الشعور المصور لا يمكن أن تراه الكاميرا لأن الكاميرا مثل ما قلت لك أنه ترى الضوء أو الظل فقط نعم واحد من الأثنين تختار يا هذا توضحه أو الثاني توضح الضل أو الضوء فأحنا بعد التصوير علينا أن نظهر الصورة على طبيعتها بالمعالجة وغيرها جميل إذن كل هذه التقنيات المستخدمة في التصوير أخوي أحمد هي تحتاج إلى تدريب مسبق ومشاء الله عليك أحمد أنت لك سنوات طويلة من الخبرة في التصوير الخارجي وتصوير الطبيعة سبحان الله المنطقة الشرقية فيها هذه الطبيعة فيها هذه الجغرافية فيها هذا الجمال هذا التوجه اللي يخلى أحمد بأن يتجه إلى الطبيعة في المنطقة الشرقية والأماكن الأخرى بصراحة أنا ما عندي خبرة كثيرة مش كثيرة؟ هذا دائما للشخص اللي يقول أنا ما عندي خبرة كثيرة أنا راح أقول لك قصتي يعني من البداية أنا بديت في 2019 فقط فترة قصيرة؟ نعم في 2019 بدأت التصوير مسكت أول كاميرا في 2019 طبعا أول ما يمسك المصور الكاميرا يجرب كل أنواع التصوير وأنا جربت كل شيء أتقنت التصوير الشخصي أتقنت أحاول تصور منتجات أو حتى أطعمها أو غيره وحاولت أصور طبيعة أيضا وحاولت أروح أصور بعد في مناطق هورفكان اللي هنا ساكن فيها والمناطق الأخرى لكن في كل نوع من هذه الأنواع فيها تحديات مثلا لما أروح مناطق عامة يجييني السكيريتي يقول لي تصريح فأتجنب أتجنب حسيت أن الطبيعة هي اللي تريحني أنا والشجرة والجبل بروحي أصور ما حد يكلبني بالفعل فهذا واحد من الأسباب اللي دفعني أن أتجه لها اللي اتجاه الشيء الثاني الآن نرى صور على الشاشة أخي أحمد فضل الشيء الثاني اللي خلاني أندفع لتصوير الطبيعة أنه حبي حبي لها وهي تحدي كبير لأن صورها صعبة شوي تعتبر تصوير في عدة مكونات وتحدي لأنه يوصل المصور لصورة جميلة جميل الحقيقة لما قلت لي أنه ما عندي سنوات خبرة هذه الصورة التي أراها الآن على الشاشة بالفعل ربما قد تقول فيها سنوات الخبرة كما ذكرت من أول سنة مسكت فيها الكاميرا في عام 2019 إلى اليوم في عام 2021 عامين تقريبا يعني أرى هذا المستوى العالي من التصوير أرى هذا المستوى من التدقيق على هذه الصورة اليوم يعني أعتقد الإتقان ما يطلب سنوات خبرة وهذا ما عكس تجربة أحمد أنا يمكن العلامة الفارقة اللي خلتني أطور بسرعة هو الحجر في وقت كورونا هو اللي خلاني أتعلم أكثر أو بالذات أني أتخصص أكثر وتعلمت على برامج التعديل من الفوتوشوب واللايتروم وغيرة ودخلت دورات تدريبية أونلاين يعني طبعا هو ما أقول أني الدورات فقط لكن هي التجربة والخطأ مخالطة أخواني الباقي من المصورين أنا أعرض صوري للناس كلهم يشوفونها فأي انتقاد يجيني مش انتقاد لشخصي انتقاد لفن فهذا الانتقاد أنا ما أخذه بشكل سلبي أنه ينتقدني لأني أخطأت لا هذه فرصة للتحسين بالفعل فأنا أبحث أني أحسن الصورة أفهم شو الخطأ اللي وقعت فيه وحاول أعالجه في المرات القادمة ولا أقع فيه نعم فمع الوقت عين المصور ترى في الصورة أشياء يعني لا يراها من لم يمارس ويجرب ويخطئ فهذه يعني كلها بالممارسة بصواب الخطأ نعم إذا الممارسة مهمة والخطأ كذلك يتعلم منها الشخص ذكرت نقطة جميلة بأهمية يعني النقد وكيف يتلقى هذا الفنان أو يتلقى هذا المصور يعني النقد من شدة الأشخاص يعني إن كان نقد بناء وإن كان نقد هدام نأخذها على حسب فكرنا جميل جدا أخوي أحمد بأن نفسر هذه الأمور فيما يخدمنا ويخدم أعمالنا الفنية صحيح سواء النقد مثل ما قلت هدام أو بناء أنا أرى للنقد نفسه وين بالضبط يعني الانتقاد يعني هو المفروض يذكر لي نقطة معينة خطأ معين وارجع لللي تعلمت أنا أنا أصلا عندي علم يعني تعلمت من ناس يعتبرون في مستويات عالية خط دورات عندهم وغيرها فأقارن اللي يقوله باللي تعلمت المنتقد اللي انتقدني بالنقطة اللي انتقدني فيها باللي تعلمت وأوازن أشوف هل بالفعل أنا على الخط الصحيح ولا أني أنا ممكن صح أخطأت بهذه أو بالغت بهذه ممكن نشوف بعد مثال صورة كانت تنعرض نعم اللي هي صورة الجبل الأخضر هذه أنا يمكن مثلا واحد من الزمالة قال لي أنت زدت الضوء على اليمين يعني الضوء بزيادة المحروض أنت تقلله أو تلطفه شوي ممكن أخطأت لكن هذا عمل فني هذا أنا روحي بالصورة هذا اللي حبيت قدمه للمشاهد نعم بما أنك دخلت في عالم تصوير الطبيعة هل فكرت كذلك في دخول تصوير الكائنات الحية بما أنه يعني المساحة الشاسعة في الإمارات في بيئة صحراوية في بيئة جبلية في بيئة سهلية في بحرية أي بيئة تستهويك أنا بدأت تصوير طيور بس يعني عدنا قلة وشح يعني في الطيور يعني أو إنواع يعني يعني قتلت أنا جرت في البدايات كل شيء لكن في الطبيعة في نوع من الأريحية والتنوع أني أشوف تضاريس مختلفة في بلادي أروح أزور الصحراء أزور الجبل لكن يعني تخصص بالكائنات الحية قتلت فيه شح يعني فيه قلة وما مارست إلى الطيور يعني أكثر شيء نعم فيه مجموعة من مصورين يعني يذهبون إلى رحلات سفاري خارج الدولة لتصوير يعني مثلا الأدغال تصوير السفاري فكرت في هذا النوع من التصوير أنا لما تخصصت طبيعة خلاص راح أسافر للطبيعة فقط الطبيعة فأنا سافرت للطبيعة فقط ما سافرت للمجال أعتقد يعني وجود المصور وإبراز هذه المناطق الطبيعية هي من الأمور المهمة بنظري المصور عندما أرى يصور وينشر هذه الصورة على منصات التواصل الاجتماعي في حساباته الرسمية مواقعه الشخصية هذا بحد ذاته يعتبر ترويج إلى هذه الأماكن إن كان ترويج سياحي إن كان كذلك تعريف المتلقي لهذه الصورة بتاريخ هذا المكان صحيح وهذا يعني عدة أشخاص خاصة منطقة مليحة قدنا أنا دائما أروح وأصور فيها وعنده صور يمكن للآن ما نزلتها يعني تعتبر منطقة عريقة تاريخيا سواء بالأحافير الموجودة أو الدل على تاريخها فالواحد لما يعرضها بهالشكل الجميل المتلقي بيسأل وين هالمكان حتى نتعمد دائما أحط اللوكيشن أحط الموقع فوق الصورة نفسها عشان الواحد يقول هذي وين تقع فيشوفون مثلا المنظر هذا عجبهم ويجون لهالمكان ويتعرفون عليه نعم بنظرك أستاذ أحمد هل أصبحت من أصدر التواصل الاجتماعي من أساسيات الترويج للفن ما لدى الفنان من فن؟ نوعا ما نوعا ما لكن إنستجرام حاليا متجه للفيديو أكثر للفيديو أكثر أنا أرى إنستجرام أكثر أو غيرا من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو التواصل أهم من عرض الصور يعني ردات الفعل أهم الصداقات اللي كونتها أهم لأن العلاقات هي لتفرق اسمها تواصل الاجتماعي للفعل فمش معرض للصور يعتبر لكن صورك تفكر فيه في المستقبل بأن تعرض في معرض معين والله ممكن إذا تستاهل لا بالحقيقة تستاهل هذه الصور تمنى بأنك بالفعل تبادر في هذا المبادر لأن صور مميزة بالتقاطها وبوقاتها لكن أستاذ أحمد اليوم عندما نتكلم عن هذه الصور الإنسان يجب أن يكون شغوف بعمله وذكرت أنت فقط يعني عامين من أن وصلت إلى هذا المستوى أهمية الشغف أن يكون في الإنسان هو شيء مهم جدا أنا راح أقوله في 2020 تقريبا الكاميرا كانت يوميا عندي أنا رايح للدوام أصور وراجع من الدوام أصور يعني بشكل يومي يعني لازم أفك شفرة الكاميرا لازم أعرف للكاميرا فالشغف لازم يكون موجود الخطأ لازم يكون موجود يعني أنا تقريبا عديت عدد الصور اللي صورتها فترة التدريب اللي أسميها ممكن بالنسبة لي تقريبا ما يعادل خمسة آلاف صورة هذا خلال سنة وحدة يعني من كثر ما أمارس أجرب الزوايا أغير أشوف المنظر كيف يطلع أحلى لأن مثل ما قلت لازم أفهم العدسة كيف تشوف مش أنا كيف أشوف جميل إذن بهذه التقنيات العدسة الضوء الإضاءة يعني أكثر التقنيات التي تستهويك لتصوير البناطق الطبيعية يعتمد على المشهد المشهد العدسة يعني العدسات هي عدسة واسعة أو عدسة تعتبر اللي هو منظور الإنسان العادي العدسة الواسعة تبدأ من 14 اللي نقل أو يقل عن ذلك إلى 35 هذه لها طريقة معينة بالتصوير أني أنا أوجد شيء عندي في المقدمة وشيء في الوسط وشيء في الباكجراوند أو المآخرة والنوع الثاني اللي هو يبدأ من 70 إلى 200 هذا يعتبر يعني تصويره بطريقة مختلفة واللي هو أسلوب الطبقات أنا لازم حط طبقة وراء طبقة وراء طبقة لأنه يزوم فهذه يختلف تصويرها فيعتمد على المشهد هال مشهد كيف أصوره يعني هل هو في طبقات راح أستخدم هذه وإذا كان 700 وإذا كان ما في طبقات في حاجة على أرض عندي ورد على الأرض ولا عندي شيء نعم راح أصورها بالواسعة بينما المنظور العادي تقع بيني هذين الأثنين فممكن يكون عندي شيء في المقدمة لكن شوية بعيد فأصور من 35 إلى 70 هذا منظور الإنسان العادي جميل إذن يا أخوي أحمد أكثر المناظر الطبيعية التي تستهويك يعني منظر طبيعي تصار دائما بأنك تلتقط هذه الصورة فيه الشروق والغروب أكثر منظري مرات بعد الشروق وبعد الغروب لأن السماء تتلوم بعد الغروب أو قبل الشروق وطبعا لازم يعني شيء أساسي يعني عندي أنا أن يكون فيه غيم في السماء لأن إذا كان فيه غيم في السماء فيه حاجة ممكن توصل للمشاهد خاصة في الباككراوند الغيوم تفرق دائما في الصورة الطبيعية جميل إذن المصور أحمد الشحي سعيد بهذا اللقاء كلمة أخيرة قبل أن ننهيه كلمة أخيرة أقول أنه ما في شيء مستحيل مثل ما قلت أنا أنا في خلال سنتين لنقل من مسكة الكاميرا وصلت لمستوى أنا نوعا ما راضي عنه الحمد لله فالواحد ما يقول أني أنا ما أعرف لكن يقول أنا راح أتعلم وأنا أصر أني أتعلم وأنا أقول أنا للآن أتعلم على فكرة يعني مو أني وصلت لمستوى عالمي ولا غيره للآن أتعلم وأخطأ وأرجع مرة ثانية وأحسن فالواحد يستمر بحبه للتصوير بالخطأ والصواب وإن شاء الله راح يصل نتمنى لك كل التوفيق في موهبتك وسعيدة بلقائك اليوم وتعريفنا على هذه الموهبة وهذا الفن فن التصوير شكرا لك شكرا لك